بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه صحبه يا جميل. ان شاء الله في التوتوريال دوت هنتكلم عن الابضيت لاست لوجين لليوزر. يعني دلوقتي اليوزر لسه بيحاول يعمل لوجين عندي في الديتابيس فبالتالي انا عايز اعمل ابديت للديتابيس ان هو اليوزر دوت عمل اخر مرة عمل لوجين كان فيها امتى بالزبط? فبالتالي عشان خاطر نعمل حاجة زي كده اكيد هنروح على اول ما اليوزر يعمل لوجين هنعمل بتاع الديتابيس عندنا. فبالتالي بعد كل اللي احنا نعمله. احنا هنقوله ان هو آآ نعمل تانية وبعد كده وبعد كده يا اوبديت اليوزر. سيت اللا ناجين بيساوي لوجين واير اليوزر نيم بيساوي اليوزر نيم عايز بقى تخليها. بيساوي اليوزر نيم او الايميل او اليوزر نيم اندي ايميل براحتك لان دلوقتي الديتابي خلصت اتحافزت في سيشن فانا ممكن ان انا ا口د داتا داتا او ظل من الكون داتا او ممكن ان انا اخدها من الاداتا اللي هو بعدهاي في دهت حاجة ترجع لك انت معك كزا حاجة او معك كزا او تقدر تشتغل باي اي واحد فيه ما فيش اي مشكلة. نعمل وبعد كده. هنقول له انه ان الالاست لوجين. هيساوي الالتايم ناو ونشوف دلقتي هيروح هيعمل لنا ايه بالزبط عندنا في الداتا بيزا الحركة. وبعد كده هنقول له ان الوزرنيم. وهنقول مسلا انا هجيبه من السلشن. انت ممكن تجيبه من البوست ما فيش اي مشكلة حدي. ايه بعد كده هقوله ليزرني. خيب بعد كده خليها نرجع هنا. خيب انا كنت لسه عامل من شوية لو تفكر في التورية اللي فات كنا لسه عاملين. فدلوقتي انا هعمل الفريش الاول خلينا بس نبص هنا على هتلاقي نال. لما اجي اعمل الفريش دلوقتي. هتلاقي دلوقتي ان انا عملت مفيش مشكلة. لما اجي بص على هتلاقي انها كلها بقت اصفار. طب تعال نبص على بتاعها. هتلاقي ان عبارة عن وانا دلوقتي بدخلو الطايم بس. فبالتالي مش هينفع. فعشان كده لازم ان انا اجي هنا في ونشيلها خالص. ونحط مكانها وتعالى دلوقتي نجرب تاني. هتلاقي دلوقتي يقول لك ايه? اتليس بارامتر. يعني دلوقتي لازم اتزيله بارامتر. فالبارامتر دلوقتي اللي هو الفورمات بتاع الطايم بتاعنا. فانا هقوله دلوقتي ان انا عايز تكون والمان سمول والا الدي. وبعد كده عايز تكون اربعة وعشرين ساعة وبعد كده ومش لازم ساكن مش عايزنا. طيب تعال دلوقتي نعمل الفورش تاني. ونروح ونبص. هتلاقي دلوقتي ان بقى آآ موجود ما فيش اي مشكلة. طيب لو انا كنت آآ فكرت يعني في ناس بتقول لك انا عايز اخليها اي ام وبي ام. الكلام دلوقتي مش هينفع في لان او مش بتقبل بالكلام دلوقتي فبالتالي يعني مسلا انا لو كنت عملت كده فانا دلوقتي بقول لها انها هتدخل الداتا اي ام وبي ام. يعني خلاني ايجي هنا. بعد الهيدر مسلا. ونبنقول له ايكو ليه الديت. واي ام دي اتش اي اي. وعلى كده خلاني نعمل وخلينا روح نشوف. هتلاقي دلوقتي انا بقول لك ايه بيقول لك بي ام. يعني دلوقتي قادر ان هو يعمل الكلام ده. طيب لو انا كنت شلت الكلام ده دلوقتي وتعالي نعمل هتلاقي دلوقتي ينبول لك طيب تعال نبص هنا هتلاقي ان هو ما عملش حاجة ما كتب لكش بي ام واي ام. ده وهتلاقي ان احنا بنشتغل بي المايس كيل ومش بتقبل بالبي ام والا ام. هي بتقبل بالتوينتي فور اور فورمات. يعني بتقبل ان انت تكون الساعة اربعة وعشرين ساعة. فبقيت اليوم اربعة وعشرين ساعة. فبالتالي اه لو بالليل مسلا تبقى بالبي ام والا ام هتحدده ازاي تحدده من خلال ان احنا بنعد بالاربعة عشرين ساعة. طيب دوت كان التوتوريال بسيط. ان شاء الله شوفكم في التوتوريال الجاي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.